عايزين نتكلم عن التوحد والفرق ما بينه ما بين الحرمين البيئي التوحد هو خلال في الهرمون نتيجة نقص الجلوتين في الجسم بيأثر هو الغاية الآن احنا مش قادرين نحدد سبب معين بس هو السبب اللي احنا بحثنا عنه والدرسات اللي تطورت هو ارتفاع او انخفاض في نسبة الجلوتين بيأثر بقى على التوحد عايزين نفرق بين التوحد والعزة الاجتماعية او الحرمين البيئي بيأثر على الحرمين البيئي هما الاتنين نفس الصفات يعني بنلاقيهم متشابهين جدا جدا بنلاقي الولد اصلا عنده اطراف النمو اللغوي مش بيتكلم كويس ما عندهوش تواصل اجتماعي ما عندهوش تواصل بصري عايزين نفرق بين الاتنين التوحد ده بيبقى نتيجة خلال بيتعامل للطفل ده ايكيو بنعرف هو نسبة الزكاء عنده قد ايه كمان بنشوف الاعراض بتاعته الاعراض بتاعته بيلاقي ان الطفل ده ما عندهوش تواصل بصري نهائي ما عندهوش عنده ما عندهوش الشعور بالقلم يعني وتقريبا طول الوقت بيعزف نفسه بيعمل حركات تكرارية طول الوقت نفس الحاجات الروتينية اللي هو بيعملها كل يوم هو اللي بيعملها يعني مثلا لو الطفل ده قاعد فقطه لو مامته مثلا حتى رصة اللعب بتاعته بطريقة معينة او هو رصصها بطريقة معينة لو لعبة اتشالت من مكانها بتلاقي الولد بيصرخ وبينفعل وبينهار لاختلافها ده التوحد ده التوحد اه ايه بقى الحرمان البيئي الحرمان البيئي ان بيكون هو بيشتركوا مع بعض ان الولد ما يبقاش عنده تواصل اجتماعي مع اللي حواليه ما بيكونش عنده نمول وغوي ده بيجي مثلا لأسباب ان ممكن يكون ان مفيش حد مع الطفل ده بيتكلم في البيت مش اجتماعي مش اجتماعي مفيش اطفال حواليه ممكن يكون على طول ساكت لكن هو مش مريد لا مش مريد اه ممكن يكونوا مثلا سافروا في مكان ما قاعدين لوحدهم ما بيتعرضش مثلا ان هو بيزور قريبه او بيلعب مع اصحابه التفل ده عليكوا ان هو يندمج ان هو يندمج مع اطفال في سنه او مع العائلة يعني او مع الاسرة اه بالضبط العرض ده اول ما بتشال بيبقى كويس جدا جدا واحنا بقى بنحاول معاه بنعمله تنمية مهرات وبنعمله تعديل سلوك يعني فيه حاجة اسمها المجموعات الضمنية ان هو بيعرف الحاجات اللي حواليه يعني يعرف ازاي يتكلم يعرف ازاي يأكل يعرف اللبس يعرف الخضار يعرف الطيور يعرف الحيوانات حاجات كلها اول ما بيعرفها بتو عنده حصيلة لغوية كويسة جدا وبيقدر بعد كده ان هو يتكلم طبق